محطرة اللي فاتت لجهاز أمن الدولة سلبياته كانت أكثر بكتير من إيجابياته على المجتمع المصري أنا شايف فيما يتعلق بالأمن السياسي يعني قيام أمن الدولة بدوره في حماية المجتمع من الجماعات المتطرفة كان دور جيد جدا في أخطاء وممارسات خاطئة لا تعني أنني أمحو هذا الجهاز المهم جدا والمهم جدا في كل مكان وفي الجامعات كمان مظبوط وهو يأتيني بالمعلومات ولا يتدخل في شأن العمل أصلح الأخطاء لكن ما ضيعشي أو ما محيز قولت الجهاز بأكمله يعني حتى إذا كان زيما بقول لحضرتك برضو لازم الناس تعرف كلامك إذا كان في تدخل ما في الجامعة كان بيجي يدي معلومة لقيادة الجامعة أنه في كذا قيادة الجامعة لم تكن ملزمة أو قيادة الكلية أو عمادة الكلية أو وكيل الكلية أو رئيس قسم لم يكن ملزما بأن ينفذ ما يطرحه لكن بياخد حذره يمكن بياخد المعلومة ويشوفها إذا كانت صحيحة ممكن يرتب عليها أثر لكن ما كانتش الأمور أنه هم اللي بيحكموا كل شيء وبعينوا الناس أصل عبارات مترددة وبعض الطلبة دلوقتي اللي بيطلعوا على وسائل الإعلام تلاقيه طالب في سنة ثالثة في كليه أو في سنة ربعة يقول أصلحنا يعني تعبنا جدا من ممارسات الحرص في الماضي يا أخي ده أنت يوم ما دخلت الجامعة في سنة أولى واللي أصار حالة كبيرة جدا جدا من الجدل بين الناس البعض يريدها فردية والبعض يريدها بالقائمة وأنا أعرف أن حضرتك يعني تؤيد أكتر الانتخابات أو النظام الفردي ماذا كده؟ لفترة على الأقل ليه؟ يعني إحنا لسه لغاية دلوقتي يا أستاذ ربعة في مرحلة في سنة في حضانة سياسية أو حضانة في الممارسة الديمقراطية فإحنا لغاية دلوقتي النظام القيمة بيعمله أولا من ناحية الدستورية ما بحققش تفكافه الفرص ولا المساواة لسبب بسيط جدا كم من أفراد الشعب المصري نسبة كم تنتبه إلى أحزاب لأن نظام القيمة بيرتبط بالحزب مظبوط حزب معين أو تيار سياسي معين فإن تبقى أنت أعرف واحد فقط من القائمة وتختار القائمة بأكملها ونسا ما تعرفها بالضبط أنت متعرفش غير ده طيب أنت حضيت منتمية لحزب؟ أنا مش منتمية لحزب أنت منتمية؟ ده سؤال؟ ها؟ لا مش منتمية طيب يعني لو سألتي 90% تقريبا منتمية للأحزاب عدد لا يمثل 2 أو 3% من الشعب المصري أنا بفرض على بقية أفراد الشعب أنا بتكامل من وجهة النظر الدستورية والقانونية البحثة أنا بفرض على جميع أفراد الشعب المصري أن يكون لهم انتماء إلى فاقة معينة أو إلى حزب معين هذا يخالف تماما مبدأ تكافؤ الفرص حتى أنا لو قسمت نص قيمة ونص فردي برضو ده لا يحقق المساواة المطلوبة وتكافؤ الفرص المقرر في الدستور فأنا أعتقد أن هذا النظام حتى فيه خلل دستوري اللي هو نظام القائمة أيا كان الأمر الثاني إحنا أنا بأرى أنه فيه عدم وضوح لدى الناخب لما بحط له على رأس القائمة شخص معين وبعدين يفاجأ ومختار القائمة دي على شام فلان وفلان يفاجأ بأنه ممثلينه في البرلمان اللي هو اختارهم باقي القائمة وأشخاص معينين دخلوا مجلس النواب لأنه اختار رأس القائمة فاختار القائمة كلها ويفاجأ بأن في كثير من أعضاء البرلمان لم يكن يرغب في وجودهم في البرلمان أو لم يكنوا على الكفاءة المطلوبة ممكن أنا معلش سمحيني في اللفظ أحشر اتنين تلاتة كده ويجوا أفاجأ بأنهما موجودين في البرلمان والناخب لو كانوا قد عرضوا عليه هما كان رفضهم كان رفضهم فإحنا في الفترة الحالية محتاجين شوية نمو العملية الحزبية تطوير العملية الحزبية ودية هتأخذ وقت هتأخذ وقت مش معناها أن الأحزاب معيبة أو ما إلى ذلك لا الأحزاب محتاجة وقت لكي يتعود المصريين على النظام الحزبي وبعد كده ممكن نتكلم عن نظام انتخاب بالقائمة ما فيش فيه ناس يقولوا اللي هم المنتمين للأحزاب يقولوا طب انتوا دلوقتي عايزين هم طبعا هم بيرجحوا أكتر فكرة القائمة وبقولوا انتوا كده بتضعف الأحزاب بتقول الأحزاب ضعيفة وأنتم القائلين بالنظام الفردي يسايمون في إضعاف الأحزاب لا ممكن بالنظام الفردي أيضا كل حزب كل حزب بيؤيد مرشح معين على النظام الفردي فنجمع بين الحسنيين فالحزب ينمي نفسه باختيار مرشحيه وتوظيفهم عن النظام الفردي هل يحقق أي أغلبية بالمنظر ده أو بالشكل ده؟ لا ممكن يرشح كذا واحد ويدعم هؤلاء إذا كان له قدرة بس في نفس الوقت بقى تفادى بس مش هيدا بيحقق طبعا النتائج اللي ممكن يحققها لو بنظام القائمة لأنه كمان بيتردد أن يمكن الدولة بتنحاز شوية للنظام الفردي خوفا من عودة الطيارات الدينية مرة أخرى سيطانات مرة أخرى لا ما حصل مع جماعة الإخوان المسلمين لا ماعتقدش لها علاقة بالطيارات الدينية نظام القائمة كمان فيه مشكلة كبيرة جدا لأنه بتطري أن أنت توسع الدوائر الانتخابية تخديها على مناطق متسعة جغرافية فبكون الناخب ما هواش عارف كل المرشحين فبيختار لمجرد شخص معين أو مائل ولسه إحنا ما عندناش الفكر اللي هو من خلاله بستطيع أنني أختار توجه معين أو أختار برنامج معين لسه ما عندناش الكلام يمكن حضرتك في مجلس الشعب أو مجلس النواب السابق أنه ناس موجودين في البرلمان أعضاء كثير من الناس يتسألون كيف دخل هؤلاء البرلمان يعني كإمكانيات يقولوا لا أصدر ده كان ضمن قائمة وفوجي الناس إنه هو جوه البرلمان فده طبعا العمل البرلماني ده عمل في غاية الخطورة ده هو اللي بيعمل القوانين للدولة بالتأكيد